سعيا من بلديات الساحل الغربي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيدا عن المركزية والتأخير الذي يعانونه وبدعوة من المجلس التسيري لبلدية سرمان احتضنت قاعة الراديو بمدينة سرمان اجتماعا حضره عمداء بلدية الزاوية المركز والزاوية الغرب والزاوية الجنوب وسبراط وزلطن وزوارة ورقدلين وجميل وبحضور عضو البرلمان عن الدائرة الثالثة عشرة ومدير جوازات سرمان الساحل وتطرق الاجتماع للمقترح المقدم من فرع جوازات سرمان الساحل بإنشاء مطبعة لإصدار الجوازات بالمنطقة الغربية بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والمرضى والإسراع في إنجاز معاملاتهم وتقريب المسافات لهم منقشة وتخفيف العباء على المواطن وخاصة في بند الزوازات الذي نقش فيه بإنشاء طابعة في الساحل الغربي أسوب المنطقة الثانية على الأقل تخفيف المعاناة على المواطن لبعد المسافة ومشاكل الطريق على الأقل تبدأ الجواز ينشف في أحد المنطقة الساحل الغربي كذلك نقش للمركزية وخاصة تفعيل قانون 59 والآن أصبحت المحاكم طبطل في نقل الإخصصات وهذا الحقيقة مشكلة أن تفعيل قانون الحكومة فعلت وصدر قرارات لنقل الإخصصات فعلى الأقل تبدأ التنمية موجودة ويحس المواطن فيه تنمية الآن وفعلا أصبحت فيه تنمية الآن موجودة في المناطق وهنا نعقد اجتماعا إن شاء الله لأيام القادم مع عبار النواب في الساحل الغربي مع البلديات لمنخشة الأمور على الأقل لأيام القادم التي تهم البلديات كما ناقش المجتمعون القانون 59 القادم بنقل الإختصاصات للبلديات لأنها المعنية أمام المواطن بتقديم الخدمات الذي أصبح يشاهد بعض المشاريع تنجز خاصة فيما يتعلق باستكمال الطرقات وتوفير المياه